اشتركوا في القناة نقوم بخطوة جديدة الى الامام في هذا التأمل ننتقل من الله الرحيم الى الانسان الرحيم الله هو ينبوع الرحمة وهذه الرحمة تجسدت في يسوع المسيح لتصل اخيرا الى الانسان الى كل واحد منا والكلمة التي تجمع بين رحمة الله ورحمتنا لبعضنا البعض هي كلمة يسوع كونوا رحماء كما ان اباكم السماوي رحيم في الانجيل مثلا قالهما يسوع ويبينان بوضوح العلاقة العميقة بين رحمة الله ورحمتنا نحن تجاه بعضنا البعض وهما مثل الابن الضال من جهة ومثل السامري الرحيم من جهة اخرى في مثل الابن الضال يكشف لنا يسوع عن رحمة الله اللامحدودة تجاه الانسان وخاصة الانسان الخاطئ وفي مثل السامري الرحيم يبين لنا يسوع كيف ان هذه الرحمة تنتقل من الله الى الانسان كي تجعله رحيما تجاه اخيه الانسان الرحمة تنبثق من قلب الله وتتجسد في يسوع المسيح وتحل في قلب الانسان لتجعل منه قلبا رحيما ان اختبار رحمة الله لنا هو الطريق الذي يؤدي بنا الى رحمة اخوتنا واخواتنا رحمة الله تؤسس لرحمتنا لغيرنا كونوا رحماء كما ان اباكم السماوي رحيم ولكن الا ترون ان لفظة كما قوية جدا كونوا رحماء كما اباكم السماوي رحيم هي قوية جدا هل يمكن ان نكون رحماء مثل الله ابدا ولكن لفظة كما هنا تعني ان الرحمة هي دعوة هي سعي نسعى الى ان نكون رحماء الرحمة هي جهاد يومي نسعى الى ان نكون رحماء وهذا السعي يتطلب الكزام وتضحية كما يقول البابا فرانسيس كلمة او لفظة كما كما ان كما الاب السماوي الرحيم ان نكون رحمة لفظة كما يجب ان لا تضع فينا اليأس كأن نقول انا لا استطيع ان اكون رحيما كالله الاب يجب ان لا تضع فينا اليأس بالعكس يجب ان تكون حافزا لهذا السعي المستمر كي نكون رحماء كما يقول القديس بولوس لا اقول اني حصلت على ذلك او ادركت الكمال بل اسعى في كل مرة نكون فيها رحماء نعكس سورة الله الرحيم لذلك البابا فرانسيس وضع شعارا لسنة الرحمة رحماء كالاب ان لفظة كما ايضا تدل على ثقة الله بالانسان انه يثق بالانسان يثق بقوى الحياة الكامنة في الانسان ويسوع يتوجه الى هذه القوى الكامنة فينا ويريد ان ينقذها ان يفعلها فينا ان الله يثق بطاقات الرحمة الكامنة فينا وهكذا ترون ان للرحمة وجهان وجه افقي وجه افقي وجه عمدي وهي رحمة الله للانسان ووجه افقي وهي رحمة الانسان لاخيه الانسان هذه السنة سنة الرحمة هي فرصة لكي نستجيب لدعوة الله لنا لكي نستجيب لثقة الله بنا فنعطي المجال لهذه الرحمة ان تأخذ مجراها فينا فنكون نعم رحماء كالآب يا رب اجعلنا رحماء كما انك انطرح هذه صلاتنا وهذا هو سعينا وهذا هو الكزامنا موسيقى 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 شكرا